نضيفها السعودية خصوصا في رياضة الملاكمة اللي نشوف الآن أهم وأبرز الأحداث في السعودية اللي ينتظر لسنوات طويلة هذا الحراك وش تأثير على مستوى العالم على الملاكمين تحديدا نشوف لقاء نيوزلندي ديفيد مع زمين نانس بن عجب اليوم هذا التأثير وهذا الانطباع هذا هو الأنطبع لكي تجعله في رياضة المتحدة وكتابة في رياض تصميم الوصول لا يستطيع أن نحدث بها لنفعل هذه الكثير من زمين لا يستطيع أن يرى فوري ووسك لا يرى الوصول لكي تجعله وزاك لا يرى الوصول لكي تجعله يملكون ترى الوصول للشخص ليس حوالًا وليس عذرًا يجعل هذا المسارك جيد لنا جميعاً للمساعدين وهناك عملنا أن نقصدك في سنة رياد ترى الثقافة إبراهيم العنقري؟ ترى الشماغ كيف؟ يجب أن تصبيط لكي تصبيط بالضبط، هذه هي القوة الناعمة للانتشار وأنك تكون جاذب للعالم بهذه التنظيمات بهذه الاحتفالات وهذه المسابقات القوية لأن من يعرف الملاكمة ويعرف أنه أربع منظمات وأنك لا يمكن أن تحكم على ملاكم أنه هو الأفضل لأنهم لا يلتقون بطل لهذه المنظمة وبطل لهذه المنظمة وبطل وأربع أحزمة متوزعة و ما يمكن أنك تعرف من هو البطل الحقيقي للعالم ولكن الآن ستعرف من هو البطل لأنهم يلتقون أبطال العالم و يلتقون مع بعض على موسم الرياض ف Liudgy يحدد من هو أفضل ملاكم في العالم هذه بطولة مهمة جداً وأيضا عشاق الملاكمة وأساسا اللي بتابع رياضة الملاكمة حقيقة هي رياضة جاذبة بشكل كبير جدا لأنها رياضة حقيقية وفيها القوة وفيها شراسة وفيها ترى يعني حقيقة الفوارق ما بين الرجال وإذا شفت الملاكمة ترى علي أنا أقول الحمد لله شكرا لاختراع المسدس لأنه فرق كبير يعني بيننا وبين هذولي ما شاء الله تبارك الله طيب هذا حلو منك أبو علي يعني على طار إبراهيم العنقري في الملاكمة أمس من يوم يتكلم عن قيارد وإن اللي بقى عليه بعض جماهير الاتحاد قالوا يا جماعة خذوا إبراهيم العنقري خلوه ينزل في الحلبة يسخن مع فيوري شويتين بعدين يواجه أسك شو رأي كنت إذا سعى لهم كيف إبراهيم يحلها مع جمهور الاتحاد ما لا ألا أنه لا أزم إبراهيم بنا يتكلم علي علي أنا موافق بس قلت لك أنا موافق بس مسدس يعني لا 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 ما بني يا حبيبي وين والله ما يمديك ما يمديك ترفع والله إبراهيم والله ما شاء الله تبارك الله يا أخي يدك كبري أيضا من الملاكمين المتواجدين والله إبراهيم بس قلت لك